حلقتنا اليوم شغف بالنتائج تحياتي في يوم من أيام من العام 2002 اجتمع في القاعة نفسها في دبي 12 خبيرا عالميا من رواد الجودة لم يحدث في مدينة حول العالم أن اجتمع هذا العدد من أقطاب الجودة في بكان واحد كان الحدث تأسيس الجامعة الذكية الأولى في العالم جامعة حمدام المحمد الذكية فما علاقة الجودة بأن تكون الجامعة أولى لكي تكون الأول لابد لك من التميز وللتميز لا بديل لك عن الجودة اعتدت أن أقول الجودة قناعة في الفكر وشغف في القلب ونتائج ملموسة باليد والنتائج هي ثمار إحدى القيم العليا للجامعة الشغف بالنتائج والجامعة بيت الجودة العالمي وفيصل التزامها بالجودة هو تحقيق النتائج الجامعة لديها جوائز بأسماء 13 خبيرة من قبر الجودة في العالم وتحتفل بالفائز كل عام في مؤتمر إبداعات عربية والنتائج لنا أن نفخر أن الجامعة جاءت في المركز الأول في 30 منافسة دولية شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر